قتل جندي تركي متأثرا بإصابته في اشتباكات وقعت مع حزب العمال الكردستاني المعارض في منطقة عملية المخلب القفل الجارية في إقليم كردستان العراق وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية وقال بيان صادر عن الوزارة إن الجندية فاهم بوسقورت من المشات بالقوات المسلحة قتل إثر إصابته بمنطقة عملية المخلب القفل يوم السادس والعشرين من تشرين الأول الجاري وفي الثامن عشر من نيسان أطلقت تركيا عمليتها ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متين والزاب وأفشين وبزيان بإقليم كردستان